التخزين السحابي يعني ببساطة أن يكون لك موقع تخزين خارجي على الإنترنت يمكنك أو يمكنك من تخزين ملفاتك وصورك ومقاطع الفيديو الخاصة بك والوصول إليها بسهولة من أي جهاز في أي مكان كنت فيه في العالم لكن الأهم بهذا الموضوع إسراء خلينا يعني محاذير واستخدامات وخلينا نقول للتخزين السحابي رح نتعرف على هل أسئلة أجوبتها وأكثر مع ضيفنا فيه الستوديو مهندس البرمجيات عمار صرصر أهلا وسهلا فيك ويسعد نهارك أستاذ همار الله يسأل لك أهلا وسهلا فيك أهلا فيك بداية دعنا نوضح أكثر للمشاهدين ما هو التخزين السحابي نعم بسم الله الرحمن الرحيم طبعا نحن وقت نتكلم على السحابة أو الكلاود بالإنجليزي فنحن نتكلم فعلا على الويب الويب بشكل عام أساسا يرسم على شكل سحابي لأنه موجود في الفضاء كما يصطلح هو يمكن الوصول إليه بمجرد الاتصال بالإنترنت وبالتالي نستطيع الوصول إلى هذه المعلومات أو المواقع أو كل هذه الأمور فنحن نقصد بداية بالكلاود أو بالسحاب نقصد الإنترنت طيب ما هو المقصود بالتخزين السحابي أو الحوسبة السحابية أو هذه الأمور التي فعليا هي لغة العصر اليوم دائما الجميع يتكلم على أن المستقبل للأمور السحابية الفكرة بكل بساطة تشبه سأشبهها بقصة قصيرة عندما بدأت الكهرباء تدخل إلى عالم الصناعة في البداية كما تعلمون كانت المعامل في منتصف القرن ليس من التسعينات القرن الذي قبله 1800 وكذا عند بداية الثورة الصناعية كان كل مصنع مسؤول عن توليد الكهرباء لنفسه كان هذا الكلام يسبب مشكلة كبيرة وجهد وتكاليف فظهرت فكرة شركة الكهرباء بكل بساطة قامت شركة وأمنت الكهرباء بكلفة بسيطة للمصانع وطلبت منهم أصبحت توليد الكهرباء تمام يعني أصبح موضوع توليد الكهرباء فعليا ليس مهمتهم ولا يسبب لهم أي وجع راس أو كلفة مطلوب أن تركز على صناعتك وأنا أؤمن لك الكهرباء بكلفة رخيصة نفس الفكرة فعليا من نسبة للحوسبة السحابية أو تخزين السحابية جميعنا لديه مشكلة مع مساحات التخزين إما على الجوال أو على الكمبيوتر عندنا مشكلة دائما في الحاجة إلى هارد ديسك جديد لأن المعلومات كبرت وصار في صور وصار في فيديوهات ونفس الشيء الموبايل دائما مساحة التخزين فيه منتهية فلماذا لا تأتي جهة أخرى تؤمن لي مكان الذي هو يدعى السحابة لأضع عليه المعلوماتي وأضع عليه البرامج خاصتي وصوري وكل هذا الكلام بكلفة بسيطة ولا أعد بحاجة إلى فعليا موبايل بسعة هائلة أو إلى جهاز كمبيوتر بأحدث التقنيات والهارد ديسك الكبير جدا وإلى آخرين في تخزين بديل فمن هنا بدأت الفكرة وبدأت الشركات تركز على تأمين هذه الخدمة التي سنشرحها الآن للأشخاص والشركات وبالتالي أصبحت الخدمة سهلة ومتاحة ورخصة الثبابة مع تخلينا الفصل أستاذ عماربي هذه الخدمات خدمات تخزين السحابي أنواعه واستخداماته طبعا نحن عندما نتكلم على التخزين السحابي فنحن نتكلم على أبسط أشكاله اللي هي استعمال مساحة تخزين على الإنترنت لوضع ملفاتي هذا أبسط أشكال الموضوع على سبيل المثال دروب بوكس أو جوجل درايف أو آي كلاود الخاصة بشركة أبل كلها خدمات تقدم لي مساحة مساحة تخزين على الإنترنت لأضع عليها ملفاتي صوري باك أب عن نسخة احتياطية عن أرقام الهاتف عن كل ما إلى ذلك هذا الشيء بدأ يصبح الآن مألوف بالنسبة للجميع ولكن ربما الناس إلى الآن لا تستعملهم تتخوف من استعماله مع هذا موضوع سنتكلم عنه إن شاء الله ولكن هذا هو التخزين السحابي يوجد أيضا أمور أكثر من ذلك يوجد ما يسمى بالحوسة بالسحابي أو كلاود كومبيوتينغ ماذا نقصد بذلك الآن نحن مثلا نستعمل برنامج الورد لتحرير الملفات على جهاز الكمبيوتر الخاص بنا حتى أستطيع استعمال الورد أنا بحاجة إلى شراء حزمة الأوفيس طبعا نحن نتكلم عن طرق نظامية وتنزيله على جهازي وبحاجة إلى جهاز بمواصفات معينة كي يستطيع تخديم هذا البرنامج طبعا الآن أصبح هناك بدائل للورد حتى من مايكروسوفت نفسها ولكن فقط عن طريق الإنترنت يعني الآن أستطيع أن أفتح مثلا جوجل درايف وحرر ملف نصي بالكامل من خلال متصفح الإنترنت مايكروسوفت تؤمن نفس الخدمة اسمها أوفيس 365 على ما أظن أستطيع تحرير الورد بالكامل يعني بيئة الورد كلها الآن أصبحت موجودة داخل المتصفح فهذا الكلام يعني أنه أنا حتى تنزيل البرنامج على جهازي لم يعود ضروريا أصبحت البرامج متاحة على الإنترنت ليس فقط التخزين حتى البرنامج نفسه الآن هناك برامج لتحرير الصور تعتبر بدائل للفوتوشوب موجودة كلها بالكامل على الإنترنت ونقيس على ذلك برامج إدارة الجامعات المدارس كل تقريبا الخدمات أصبح لها بدائل موجودة على الكلاود أو على الإنترنت فأنا الآن بحاج إلى جهاز كمبيوتر متصفح إنترنت يكفي لكي أستطيع القيام بالكثير من الأمور التي كانت سابقا غير متاحة إلا عن طريق تنصيب برامج على أجهزنا فهذا مستوى أعلى من التخزين الساحة هل هناك فعليا فروقات بين الخدمات والأنواع التي تحدثت عنها يعني لابد أن تأخذ بعيني الاعتبار طبعا لكل ميزة لكل خدمة لها محاذير ولها ميزات بالنسبة لموضوع السحابي أهم ميزاته قدرتي على وصول لجميع ملفاتي وبرامجي من أي مكان من جوالي من كمبيوتري من أي جهاز آخر متصل بالإنترنت أستطيع من خلاله تسجيل الدخول على حساباتي وبالتالي أصل لجميع أعمال أنا بالنسبة لي كمدير الشركة ملفات شركتي بالكامل موجودة على خدمة سحابية موظفين كلهم لديهم حسابات عليها طبعا بصلاحيات دخول معينة لكل موظف أستطيع إدارة فريق من المبرمجين ومن التقنيين غير موجودين حتى معي في نفس المكان كل واحد في بلد هذا الكلام لم يكن متاحا سابقا قبل تطور الحوسة بالسحابية محاذيرها طبعا موضوع السيكوريتي والحفاظ عليه رح نحكي على المحاذير ولكن أبدا خلينا نقول ورغم هذه المميزات ولكن حكيتها بشيء عن التخوف اللي عند خلينا نقول الناس لاستخدامه برأيك هل هذا الشيء صحيح؟ ماذا صحة يعني خلينا نقول تعرضوا للاختراق أو نسبة تعرضوا للاختراق لتخزين السحابة؟ نعم صراحة الموضوع يعني فيه تفصيل كبير يعني حنحاول يعني نوضحه ولكن ما حد قدر نوصل لنتيجة نقول خلاص نحن حلينا المشكلة تماما نعم كأي تقنية في العالم مثل ما قالنا في إلها إيجابيات في إلها سلبيات ولا يوجد نهائيا شيء اسمه آمن مية بالمية فأنا يوم وضعت ملفاتي على الإنترنت لازم يكون متوقع أساسا أن هذه الملفات ليست محمية بالكامل ربما يتم الوصول إلى يعني فيه تخوفين أولا أن يتم الوصول إلى من الشركة نفسها اللي أنا مستضيف عندها ملفاتي أو أن يتم اختراقها عن طريق هاكرز نتكلم عن النقطة الأولى هل مثلا أنا إذا وضعت ملفاتي عند جوجل على سبيل المثال على الدرايف هل ملفاتي آمنة هل يحق لي فريق جوجل على سبيل المثال للطلاع عليها أو مشاركتها أو هل ستظهر للناس لا في قوانين تضمن ذلك في قوانين تضمن أنه أنا أي شيء حطه برايفت لا يمكن أن يراه أحد غيري ولكن إذا قرأنا اتفاقية الاستخدام تبع جوجل أو فيسبوك أو كل هاي المواقع هنلاحظ أنه هن أعطوا لنفسهم صلاحيات واسعة بالنسبة للملفاتي حتى البرايفت منها يعني من حقهم أنه يطلوا عليها برمجيا وليس كأشخاص في برمجيات عم تفحص ملفاتي عم تحللها عم تستخرج معرفة عني من خلالها لحتى يقدروا يربحوا ما أني ربحهم قائب بنهاية على الإعلانات والإعلانات لحتى توجه لك إعلان مناسب لابد أني أعرف عنك أكثر ولكن يقال المستخدامات آمنة أكثر من استخدامات شو رأيك به هالكلام اللي يقال يعني هو متابع على نفس الفكرة نفس يعني طبعا أنا خوفت الناس أنه أنا ملفاتي معناته ما لأ آمنة ولكن إذا رجعنا خطوة للوراء بمجرد أني أنا حامل موبايل بي إيدي فأنا فعليا ملفاتي كلها مالة آمنة من الأساس واخترق من الأساس بالضبط يعني أنا معروف اللوكيشن تبعي صوتي مسجل من خلال التطبيقات صوري الموجودة حتى على جهازي متاحة لتطبيقات يعني أنت بتقصد أنه ما وقفت على الأمور اللي إحنا بنخزنها على الكلاود بالضبط طيب من ناحية أخرى يعني مع وجودنا في ضمن هاي المنظومة واضطرارنا لاستخدام هاي الهواتف والتخزين على الكلاود شو المحاذير اللي أنت ممكن تحذر فيها الأشخاص أنه بحيث مع اضطراره يعني لاستخدام كل هذه التطبيقات والخدمات أنه يقو عليه أن يقوم بهذه المحاذير تمام النقطة المهمة جدا بداية إذا عدنا إلى الاستضافة الماضية تكلمنا عن كلمة المرور وحماية الحسابات أولا يجب أن يؤمن حساباته بشكل جيد للحماية من الاختراق ومع ذلك يمكن أن يكون هناك اختراقات ليس من قبل لذلك لا بد أن يكون في كمية من المعلومات التي تعتبر عالية الأهمية والسرية لا يمكن وضعها على خدمات الكلاود مهما بلغت موثوقيتها يعني مثلا بطاقات الاعتمان أو تخزين كلمات السر تبعي في ملف مثلا على الكلاود هذا خطأ قاتل لا يمكن أن يرتكبه شخص يخشى على معلوماته يعني يمكن أن نستوظيف كم هائل من معلوماتنا وملفاتنا وبياناتنا التي لا تعتبر فعليا عالية الخطورة والأهمية دون مشاكل ونحن ضمنانين فعلا ما حدا يطلع عليها إلا إذا صار اختراق وهذا موضوع نادر إذا أنا عم أتعامل مع شركات كبرى ولكن المعلومات شديدة الأهمية والخصوصية لا بد من تخزينها حتى مو بس فقط خارج السحاب خارج حتى جهاز الجوال والكمبيوتر المتصل بالنت هذا موضوع آخر خلينا نقول يعني بنهاية المطاف خلينا نقول دائما عن الأليلين نعي وندرك أننا مراقبون وأننا ممكن قد نخترق فنكون على هالأساس خلينا نخزن وحتى نختار ملفاتنا بدقة بأخذ اللقاء نشكلك لوجودك ما أنا أكيد مهدس البرمجيات عمار صرصر عمار صرصر شكرا لك بارك الله فيكم شكرا لكم أهلا